بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنية إلى قدسة البابة ودرس ثاني بابة الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أشهد الرئيس السيسي بالوحدة الوطنية الراسخة التي تربط بين أبناء هذا البلد العظيم على مر التاريخ مؤكدا أن مصر هي مهد رسالات السماوية وهي كنانة الله على أرضه وأن الوحدة الوطنية هي الركيزة الرئيسية للتنمية والتقدم دعيا الله أن يحفظ مصر وأن يرعى شعبها وأن يديم عليها نعمة التأخي بين جميع أبنائها مسلمين وأقباط وأن يوفقنا جميعا لكل ما فيه الخير لهذا الشعب الأبي الكريم وعرب السيد الرئيس عن أمنياته لجميع الإخوة الأقباط عاما مليئا بالتوفيق ولمصر بدوام التنمية والرقية والازدهار كما بعث الرئيس السيسي أيضا بتهنئته إلى أقباط مصر بالخارج نقلتها صفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم معربا عن أمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح وداعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا وأن يعيده عليهم بكل الخير وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقي والازدهار